اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت اكتب بعض المذكرات بعض اللقاءات اللي تصير مع عاصي بعتقد انا فيش حدا عنده ذكريات عاصي راحباني غير انا بلبنين بعتقدان لانه ما حدا سمعته مرة قال انه مسجلوا شيء او الى اخر فانا خمس ست جلسات سجلوا فيها اشياء الى علاقة بالمسرع والفنون والدني والمتافيزيق والله وام الروح والشعر والعلاقة مع مصدور استمرتها فلما قررت انه انا بدي اكتب هون صار التحدي انه هيدا المخاضل عم يبرم براسك من 25 سنة اوكي هلأ اجي على الجد شو بدك تعمل انت بالجد هون بلشت ساعتها كيف بلشت بالجد اول شيء بلشت انا ما بدي اعمل كتاب بدي اعمل دراسة مطلع الى خمس ستين صفحة فت على شيء مش مكتوب عنه هو المطبخ الرحبين نعم انت بتعرفي بالصحافة اللبنانية او بالتلفزيون عندكم ادارة المطبخ الاخبار دايما بكل محل في اخبار في مطبخ مطبخ بتصب عنده كل الاخبار اللي بتجيب تم المناقشوا بيقرروا هيدا بنكشات هيدا كذا هيدا كذا صح فانا هذا المطبخ باعرفهم ليه عند الرحبين طيب ما حدا كتب عنه قلنا من فوت احنا من هذا كتبت مقال على المطبخ الرحبين رجعوا ناس سألوني انه يا خي طيب شو هالعلاقة بينك وبين هذا الرحبين انت هالعلاقة الاوية والوسيئة جدا اللي تجيب انه بيحكوا لك شيء من الاسرار وكذا وانت بينك وبينهم ثلاثين سنة هو فعلا هاك نعم يعني هنه بالخمس وثلاثين انك الان بالخمس وثلاثين ففي عندك بخمس وثلاثين هنا ففي عندك ثلاثين خمس وثلاثين سنة هاو دي فرق انا برأيي العمر هاو ما بيعود لكن في جرأة استاذ عبدالغني انه انت تفردت بالكتابة عن الرحابنة بالاسلوب والمواضيع اللي حضرتك والتحليل والتحليل اللي ذاكرهم بقلب الكتاب وهذا انت عم تحكي عن المطبخ الداخلي لبيت الرحبانة صحيح طب هيدا المطبخ بيت الرحبانة هن الأولى انه يقوموا بيمكن كتابة هنه بيعرفوه نعم تبهي هنه بيعرفوه نعم يعني مثلا أولاد عاصي بيعرفو نعم هلا زياد فل بكير من البيت ريمة كانت بعضها صغيرة ما شهدت على اشي كتير بس ريمة من خلال باية من خلال الأمة عايش معهم نعم عايش معهم بسي صغيري يعني تقريبا ريمة يمكن كان عمره بالسبعينات ثلاث سنين أو أقل من ثلاث سنين نعم فلذلك ما بتعرف المطبخ اللي كان عم ينشغل جوه لأنه لما فترقوا عاصي على الفيروس فنيا أنا عم بيحكي بثمان وسبعين يمكن كان عمره هي شتناشر سن دي تلتعشر سن فلذلك أنا عم اقول انه ايه هن الجو بيعرفوه فيروس تعرف هذا الجو ولاد منصور بيعرفو بيعرفو بدقائق التفاصيل بس يمكن ما عندهم قدرة على الكتابة ما هون بدك تاخد انت في حدا عنك يعني بيعرف الموضوع بس ما بيعرف يكتبوه باكي ما عندهم الجرأة كمان بدا جرأة بدا جرأة بدا جرأة بدا عرف شو هنا وضعهم أنا بعرف أنا بالنسبة اللي شعرت انه الشعب اللبناني او خلينا نحكي عن النخب السقفية نعم في عنده جانب كبير من التفاهة تفاهة العالية انه تجربة مثل تجربة الاكوان الرحباني بهذا الحمل الثقيل الحمل الجمالي الفني المحترام ما في مرفة انا عملت هذا مش لازم يلتقالوا هيدا مصدلين مرجعين نعم لاشو استنادت 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 على ذكرياتي نعم مذكراتي مشاهداتي حفظي للبسرح الرحباني كل شيء إلو علاقة فيي أنا شفته لاش بالمصادر تبع بيت الرحباني في عنا مصدر واحد كان لفترة طويلة عريضة هو مصدر الرحباني يلي كان يعطي مذكرات الأخوان الرحباني وفيروز بالمراحل الماضي نعم بس يعطي بضع من المذكرات مش مهم بلا يعطي مذكرات دقيقة مع الأسرار مع الأسرار هارين سغير نعم نبيل أبو مراد أنا هاشم آسم في مجموعة من الأشخاص كانت علاقتة كثير مليحة بمنصور أخدوا منه حياته بس هؤلنا اللي قدنون يعني هارين كتب كتبين على القصة بس هلنا ذكريات مذكرات يعني اللي أخدون أنا وكتبتوا عليهم نادر كتب يعني الاختلاف بينك وبيناتهم أو الطريقة أو أسلوبه مش بس أسلوبه وجهة نظره كيف كان يشوف الأمور مثلا أو أسلوبه لا لأقول لك شغلة وقت العاصر منصور عم يحكي عم يحكي مش لما كان شايف له هو كيف عاشى هو عاصر نعم كنا عم نعمل جبال الصوان رجعنا عملنا طورة المفاتيح رجعنا طلبه مننا المحطة عملنا المحطة رجع طلبه يعيش يعيش عرفت كيف فيدعم يحكي لك كو كل المطبخ أنت هون بدك أنا بالنسبة إلي اعتمدت على قاعدة هي المذكرات اللي عاطيني إياهون عاصر ومنصور نعم وشغلت أنا علاقة بطريق التفكيرون حملتوا قاعدة وبنيت عليهم أراءة تحليلية يعني الوطن الرحباني هذا اللي بطلعوا بعض السيجيسين أنه إحنا مش مثل الوطن ده الرحباني الخيالي ولك خيالي بينيعت خيالي وين المسرح الرحباني لكنه الخيالي عانجاد عم أحكي الخيالي وين إنت لو إنك حاضر المسرح الرحباني بتشوف إنه كيف في الواقع والخيال الواقع عم يقولون لك شوف أي واقع بس إنت بدك تمنع على فنان عم يقدم عمل فني إنه يحط الفكرة الأسمى طبع الوطن ما في كتمنع عنه بحط الفكرة الأسمة تبع الوطن مثل ما هو بشوفها. مثل ما فيه أشخاص بتقول عن أنه العالم الرحباني هو خيالي. فيه أشخاص بتقول كمان في بعض من ألحان الرحباني منقول عنهم. هون شو بتقولهم؟ لا هذا جدل جديد. بالحياة الفنية وخصوصي بالموسيقى. والشعر لابد مش المتنبي. بعد ما مات بيطلع بثلاث سنين عملوا له كتاب سرقات المتنبي. يمكن خلال حياته. سرقات المتنبي. فهذا بيصير الحكي. هلأ استفادوا من الآخرين. استفادوا من العالم. هن قالوا تأسر بسيد درويش. كل هذا موجود. بس أنا برأيي. شو بيستفيد الواحد؟ أنه يطلع سيت منه منيح. ولا أشخاص. سيت عاطل. من بعد وفاتهم. شو بيستفيدهم؟. بس ما الفند جاء قطع. ومرأ. يا ميرفت. عندنا ببلدنا شحاره تعتير. بمطروا الواحد لحتى يموت. تعرفي أنا في فترة صار في دعاية عمصور. إنه ما كانش مصور. وعاصر اللي كان يعمل. وعاصر اللي كان يعمل. مرة عم بيسأل أنا مصور. قالت لك مصور. طيب أنت ما بتردي. بس. وكل هذا الشغل تحت اسم الأخوة. عاصر ومصور. طيب بيطلع لك ناس يقولوا لك. هاي دي كذا وهاي دي كذا. قال لي عبدالغني. كون واسئ. لو أنا مت بدال عاصر سنة 86. كانوا عملوا بعاصر مثل ما عملوا فيه. كانت العاكس. طيب هيدا الخناعة عنده. فأنا جيت. بنيت على المذكرات. وطلعت بالتحليل. حول الوطن الرحباني. حول الفكر الرحباني. هل كان فيه فكر بفن الرحباني. ايه ولا لا. فت على دواخل المواضيع اللي إليها علاقة بالوطن. كيف شافوا العالم العربي. كيف شافوا القضية الفلسطينية. كيف كانت علاقتهم بالشام. وليش كانت علاقتهم بالشام. عملونا 16-17 غنيين من أجمل الأغاني. كيف علاقتهم كانوا مع الفنانين. وختمناها. بمش ختمتها. يعني سألت أسئلة. إنه هل كانت هدى قتيلة الأخواء الرحباني. لأنه هدى لما اقتخدها لحالها وعملت صيف 840. وعملت سقاط. كان فيه متعلامة استفهام. طاقة طويلة عريضة. ليش كانت هايكا محطوطة عند الرحباني. نصر شمس الدين. لحد ما فيه هذا النوع من أسر. ملحم بركاته. هو الوحيد اللي هرب من بيت الرحباني. قال له ما شمده. وراح عمل وعمل نجم. فيك تعطينا ليش هرب مرحم بركات من بيت الرحباني. لأنك تعطينا أسرار لهذا النوع. لأ لك كان ضعيف. أنا بالنسبة إليه لأنه بعرف ومعرف. كانوا ضعيف بالمراحل الأولى. يعني لما كانوا نشتغل معهم. كانوا ضعيف. وبس كان عنده أحلام أنه يتغني له فيروز أو يطلع من هيدا. هن عند بيت الرحباني فيه شيء اسمه فيروز. ولك عاصة كان ينسى حاله. لأنه براصه في فيروز. بس هيدا التفرد كمان منه علامة صحية بالحياة الفنية في حدا بحس انه هذا الصوت اللي قدام الناس اللي بحبوه هو جزء منه انا مبارح مبارح عم بتسمع حاطة ريمة شغلي على عندها على الفيسبوك عن مقابلي مع فروز عم تحكي عنه بتقول قديش كان قاسي عاصي وكان يقول لي مثلا اعملي هاك روح اعمل هاك لانه كنت مقتنعه ومن كنت شارعه يعني هل كان حكمه ديكتاتوري على الارجع كان هاك من خلال الكلام اللي بتحكيه حتى فيروز بتحس انه هاك والكلام اللي بيحكوه يعني حتى ما يدهمنا الوقت بس انا بنا نذكر المشاهدين اي متى بتمتوقيع هيدا الكتاب توضيع هذا الكتاب اسرار الكنوز بين الرحباني وفيروز نهار الاربعة يعني بعد يومين الساعة خمسة بملتقى خيرات الزين يلي هو بملتقى خيرات الزين يلي هو على مدخل أصل رفيقي الحريري بقريتي شكرا لك يلا استاذ عبدالغني طليس كلنا رح نكون اكتار ان شاء الله لأنه الأسرار مثل ما عنوان الكتاب أسرار وكنوز متشوقين لأنه نعرفها بسطا بيت الرحباني هي مثل صندوق أسرار مسكر والعين عليه وبعضهم لهل العالم نأوز ولا ياخده نحن واجبتنا يا ميرفاك نطلع هذه الكنوز نفتح الصندوق نقول للناس نفتحه نمعرف أنه في صندوق ونعرف أنه في كذا وكذا وكذا بدنا نطلعه ونحطه قدام الناس هذا الكتاب عم يطلع هذه الكنوز ويحطه قدام الناس يعطيك ألف عفصة ويقول لهم لا شيء كنوز سهلا فيك سيزا عبد ترجمة نانسي قنقر